شدد رؤساء تحرير الصحف المحلية على أن قوانين الأعلام الحالية أصبحت مقيدة للعمل الصحفي خصوصا في مجال الأعلام الإلكتروني الذي أصبح يشكل اهتماما بالغا لدى القراء بجميع فئاتهم مؤكدين على ضرورة إجراء تعديلات تسهم في تطوير قطاع الأعلام لأن تقيده جاء ذلك خلال اجتماع لرؤساء تحرير الصحف اليومية وممثليهم في مقر جريدة الأنباء بحضور جمعية الصحفيين الكويتية لبحث الملاحظات المقترحة على قوانين الأعلام وذلك وفقا لما طلبه سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد أثناء اللقاء الذي جمعه بهم مؤخرا أطرح رؤساء التحرير الأفكار التي يرونها ضرورية لتطوير العمل في قطاع الأعلام مشيرين إلى أن بعض القوانين المعمول بها حاليا تتضمن العديد من المثالب مثل التشدد في الإحالات إلى القضاء إضافة إلى التناقض بين بعض موادها وتحديدا في مسألة الغرامات المالية وأوضح الحضور أن القوانين الحالية منتقدة من القطاع الأعلامي في جوانب كثيرة فبعضها يحيل المتهم إلى قوانين أخرى أكثر تشددا أو أن يكون الصلح فيها غير جائز وتناول قضية التقادم في تطبيق الدعاوة واختلاف المدد المنصوص عليها في بعض القوانين مع وجود نصوص تقيد القضاء لجهة عدم تخفيف العقوبات مع وجود نصوص قانونية مطاطة تجرم المؤسسات الأعلامية أو العاملين بها من دون وضوح وردت في قوانين الوحدة الوطنية أو قانون المسيء وغيرها من التشريعات